السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة هنكمل كورس الماس للصفوف الأولى ومرحلة كي جي كي جي وان كي جي تو برايم وان برايم تو اللي عايز تأسس في الماس هيتابع معايا الكورس ده إن شاء الله احتمال يكون يومين في الأسبوع مش مرة واحدة مش حلقة واحدة بس وربنا المستعين إن شاء الله أول حاجة النهاردة هنتكلم احنا كنا تكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن الهات كويتشن اللي إزاي نعرف راس السؤال إزاي نعرف راس السؤال وخدنا طبعا كلمات كتيرة بتعرف الأولاد حتى الكبار اللي عايزين يتعلموا إزاي يحلوا مسألة عن طريق قراءة راس السؤال في الأول النهاردة بقى إن شاء الله هناخد أولى العمليات الحسابية أول حاجة في العمليات الحسابية وهي بلاس 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 ولازم على طول نكون عارفين إزاي أو إيه هي الطريقة اللي إحنا هنعرف بيها الأولاد هنعلمهم الصين دي الصين دي يعني العلامة بلاس ولازم خلاص نحطها في ذهننا بلاس 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 وال давай and the two groups الـ هنبتدي نعمل فيهم اي حاجة بقى وهنعمل بينهم علامة الـ ونفضل كل شوية نعلم أولادنا plus equal plus equal نمبر ون احنا كنا اخذنا ازاي كلمة كاونت كاونت احنا كده هنقول هنا ايه كاونت نخلي الطفل قدامنا يجاوب ونقول له كاونت 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 اللي معايا هنا فبقول one two plus one هعلمها لهم ازاي هقول لهم مثلا احنا هنخلي التو دول يروحوا عند الone يروحوا فين عند الone يبقى كده كاونت اول بقى هنعمل كاونت للكل اللي معايا one two three equal three دي طريقة في طريقة تانية ممكن نعملها اه في مثلا اللي انا هرسم basket اوكي والباسكت ده في ball اهو one ball وهرسم هنا نخليها هنا عشان تباني اكتر اكي one two three three balls وهقول لهم اه i want put three balls in the basket انا عايز احط three balls دول في الباسكت فهنبتدي نحطهم هي طبعا معانا اساسا ايه one هحط تاني هشيل one يبقى two وهشيل من هنا واحدة تاني three بعدين four يبقى انا لو حطيت three balls one two three ونعمل لهم كاونت one two three four بكده دي طريقة تانية معايا هتسهل على الاولاد اللي هما يفهموها ازاي هناخد two examples وبعدين ناخد بطريقة تانية خالص وهي دي اللي احنا عايزين نمشيب بيها بس انا عايزة اعمل اه كمقدمة يعني ان الاولاد يفهموا يعني ايه plus او يعني add add or plus دلوقتي بصوا معايا للطريقة دي كمان انا هنا one two three وهحط ده كمان one two وعملنا equal count one two three count one two three ممكن كده بكتب هنا three وبعدين one two write two هكتب two يلا count all نجمحهم كلهم مع بعض one two three four five دي خلاص بقت سبتة يبقى فيه شكل اللي هو اللي افق وكده وفيه شكل كمان عموجي لو انا هنا عمل one two three four one two answer count الاول one two three four plus one two يبقى نعمل ايه بقى all يعني نخليهم كلهم مع بعض one two three four five six نستمر نقدي ايه على الخطوات بالطريقة دي انا افضل ان احنا نديهم مالة يقل عن يعني حوالي ten عشر اسئلة او عشر مسائل بالشكل ده بالشكل اللي هو drawing بالشكل الرسومات والكون تقول اللي احنا نعمل اه بنعد الكل مع بعض دي اسهل طريقة وبعد ما تثبت فهم اخوهم ناخد الطريقة الاساسية اللي احنا هنمشي بيها بازن الله بصوا دلوقت اللي هي عملي ايه يلا ياريت كل ماميز والتيتشرز الجداد برضو يركزوا معانا ويعلموا الأولاد الطريقة دي 3 plus 5 والعلمة دي خلاص يفهموا بيها اللي هي دي كأنها أكوال يعني هنا نحط الانسر الانسر بتاعنا أو الإجابة بتاعتنا هتكون هنا 3 plus 5 3 plus 5 نعمل ايه ونعلمها الأولادنا ازاي أول حاجة هنقول لهم where is the biggest number biggest number يعني الرقم الكبير where is the biggest number أول ما يشاورونا على biggest number طبعا المفروض اللي هم خلاص عارفينه من الحلقات اللي فاتت أو من الشرح اللي فات المفروض عارفنا biggest number smallest number طيب where is the biggest number لو مش عارفين ممكن نقولها لهم بطريقة تانية هنا 5 بس دي طريقة بدائية جدا يعني 1 2 3 4 5 دي كده عملت ايه عملت drawing لل5 3 1 2 3 بالشيء بالشكل كده او بالشبه هيعرفوا ان البيجيست نومبر هو ده اول ما يوصلوا للبيجيست نومبر معايا هقولهم بوت سيركل بوت سيركل يعني حطه عليه سيركل اوكي ممكن اقول كده ممكن اقول هنا ايه the biggest number in my بوت بوت يعني بيوضة in my mind in my mind يبقى هنا 5 in my mind وخليهم يشوروا على الهد بتاعتهم او المخ كده فا بقولهم 5 in my mind again 5 in my mind again 5 in my mind 5 in my mind لازم اكرر اه الجملة دي in my mind يبقى the biggest number in my mind جي القاعدة اللي هنمش عليها the biggest number in my mind the biggest number in my mind repeat after me the biggest number in my mind خلاص كده عملنا the biggest number in my mind نعمل ايه بعديها نقول لهم after وخدنا after before after يعني بعد after 5 طبعا احنا نكون عملنا هنا dots عملنا dots لإيه the smallest number للرقم الآخر او للرقم الصغير 5 after 5 6 7 8 وخلاص احنا خلصنا كده وكقولنا 8 اخر حاجة نكتبها اظن الطريقة دي سهلة جدا ناخد the second الثانية 5 plus 7 برضو نفس الشيء هنقول لهم ايه where is where is the biggest number where is the biggest number هيطلعوا لي ال biggest number وهنشوفه قدامنا هنحط عليه put circle يعني the input in my mind the biggest number in my mind or 7 in my mind 7 in my mind ممكن نخليهم الفايف يعملوها فين in my finger 5 in my finger 5 in my finger طيب انا عملت دلوقتي 7 number number 7 after 7 after 7 after 7 in my finger بقى طبعا هطلع 5 in my finger a whole 5 in my finger وانا عندي 7 after 7 8 9 10 11 12 خلاص Spanish ده انا خلصتهم يبقى دول كام 12 12 يبقى لازم قملتين نعرفهم قويس جدا the biggest number in my mind the biggest number in my mind the smallest number in my finger in my finger in my finger يبقى كمان لازم يحفظوا الكلمات دي اورال انا مش طلبوها writing طب دلوقتي هناخد question معايا او هناخد مسألة ونشوف مين هيعرفي حلها يلا استعدوا 3 plus 2 هنعمل ايه اول حاجة بنعملها برافو يلا شطرين يلا عشان هاسألكوا خليكوا تجاوبوا كمان اول حاجة هنعملها ايه where is the biggest number where is the biggest number the biggest number 3 is the biggest number 3 هي the biggest number وقلنا ممكن نعمل draw the number out in my finger طيب دلوقتي احنا معانا 3 after 3 after 3 ممكن نحنلاك كده after 3 4 5 كده الانصر بتاعنا صح 5 وممكن هنا ايه in my finger التوجي احطها in my finger after 3 4 5 right bravo excellent مين هيبقى اشطر وهيحل معايا اللي جاي يلا ستعدوا بسرعة 7 plus zero ايه ده بقى دي بقى حاجة جيدة بس هسهلها عليكم خالص اول ما نلاقي zero وعلامة plus معانا يبقى هنزل رقم التاني وخلاص اي number اي number نلاقيه هننزله يعني ملهوش اي اضافة طبعا عشان نفهمهم هنفهمهم نقولهم ايه ده مثلا 7 7 طيب والزيرو الزيرو يعني مفيش حاجة يعني انا مش هرسم حاجة يعني اهي فاضية فاضية جواها فاضية خالص او لو جيت اعمل في zero in my finger مفيش zero in my finger يعني مفيش اي شيء طيب اكده هينزل معانا number the same زي ما هو مين هيستعد دي حلي دي بترعة اكاي 5 plus 1 equal 5 plus 1 equal where is the biggest number where is the biggest number this the biggest number ونا عم draw dot one dot لان هنا معانا one بس after five six right it's very good نقول الجملة ولازم نكررها كل شوية the biggest number in my mind the biggest number in my mind the biggest number in my mind the smallest number in my finger the smallest number in my finger وبعدين بنعمل after 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 يبقى احنا كده استفدنا طبعا بالوقت هناخد question وعايزاكم تحلوه بس قبل ده انا هديكم مجموعة من الكلمات اللي هتساعدكم جدا ولازم يحفظوها اولادنا plus plus وممكن تجينا الكلمة هنا add 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 يعني جيد زي مثلا اصلا lesson ده بعنوان addition addition الاضافة فبنقول هنا plus equal لازم يحفظوها plus 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 equal equal وكمان خدنا كلمة ايه biggest biggest number biggest number biggest number وكمان غير biggest number smallest number smallest number number ممكن بقى نربطها معاهم اللي هو biggest number بيكون عامل زي الماوس بتاع المتش بيكون open وSmallest number ده كده بس ايه عشان يبقوا فاهمنها اكثر biggest number smallest number وكمان بلاس بلاس equal واخدنا ايه put in my mind in my mind put in my mind put in my mind put in my mind put in my hand ممكن نقول hand or finger 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 fingers put in my fingers بضع في عقلي او فمخي وبضع في تاني على الاصابة بكده يبقى دي اول جزئية طيب ايه هيتابع معايا الكورس دا ياريت الاولاد يبقى في الانسر اللي جابات بتاعيثهم ويوسلوها في الكمنتس معايا ويقولوا اسمائهم هناخد كده number one three plus one equal five plus four equal six plus zero بس بس انا طلباكم تحلوا دول وياريت اللي انتو تبعتهم لي وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة like share subscribe وفعلوا زر الدرس عشان يوصلكم كل حلقة ان شاء الله سواء انجلش او ماس وان شاء الله كمان احنا هناخد كورس تأسيس من البداية خالص يعني بداية حتى مسكة الالم وهنعلم اولادنا ان شاء الله ازاي اللي هم يعملوا كل حاجة دي هتكون يوم الجمعة ان شاء الله كل يوم جمعة هايكون فيه آآ كورس تأسيس من الصفر يعني اللي عايز اتعلم من البداية خالص سواء بقى sound writing الاصوات الكتابة آآ words كلمات كل حاجة من لمختلف الاعمار لمختلف الاعمار ان شاء الله هتفيدكم جدا واتمنى الحلقة تكون عجبتكم ما تنسوش لو في اي سؤال بعتولي في الكمنتس وانا برد عليكم على طبيع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته